اكتب دخلت على عائشة وعليها درع قطر هو الاسلوب ما بيشي بس انا حربي يعني ما اتحمل هذا ما اقدر ليشي والله اذا الموطة بعجوزة انا بيشي والله ولا ما بيشي اسلوب حلو يعني اتكلم بلطافة كتبت اقرأها الرواية يا فطر لازم ارجع على الطفعي ما اقدر والله ما اقدر اختنقت يعني من هذا انا ضد التصنع كثير من المعممين يتصنعون والله العظيم اعرفهم خاصة يعني هو اي ناس المهم بالحقيقة شيء او بالامام الاعلام شيء وهذا هذا شيء مو صحيح ولذلك انا اتكلم وياكم كأنما وياكم بالبيت جالس بكل اريحية اقرأ الرواية دخلت على عائشة دخلت على عائشة والله انا وليها درع قطر اي درع قطر اي ثمنه خمس دراهم فقالت ارفع بصرك الى جاريتي اي شبيه فانها انظر اليها انظر اليها اي جزء اي ان تلبس في البيت وكان لي من هن ثلاث فما من امرأة تقين الا ارسلت اليها تستعيرها طيب احنا الان عندنا درع قار لابست عائشة ما من امرأة تقين الا كانت تلبس هذا الدرع انزلي ما معناه تقين انزلي بالشرح اخر شيء لو سمعت ما معناه تقين بل الله اريد نشوف ما معناه تقين انزل بالشرح بالشرح هي حسنا اسمها فيها طواضة عائشة رضي الله عنها واخذها بالخير العنة والله انزل على كلمة تقين انزل على كلمة تقين مو تقرأ الشرح كله اقرأ كلمة تقين هذه تابع نرجع ونفهمها اقرأ كلمة تقين طفر اقرأ كلمة تقين ما معناه كلمة تقين انت انت قاعد تلفوا الدور انا تقول الحديد تقول نمشي ونبحث عليه ونفهمها في الكويس انت قاعد تستغلم في الوضع انت الان تقرأ بالشرح انصدمت انت انقرأ لي ما معناه كلمة تقين يلا انت قبل قليل قرأت بداية الشرح قلت لك لا تقرأ بداية الشرح اقرأ لي كلمة تقين اللي هي نهاية الشرح لا 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 اقرأ اسمعني 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 انا اتوب نقرأها كاملة مش هنقرأ الجزء اللي تبعها انت بس هنقرأ كلها وحنقرأ الشرح كامل وبعدها هنرجع لك وكان في غلط طبعا نرجع لك انا اقول لك انا غلط لكن هو الاغلب انت تستغل في النقاط اللي تبعها انت بس خطه ينكبس أي تقين مكتوب عندك انت قرأته أي تزيل لعرسها بالنص تزيل لعرسها المرأة حينما تزيل لعرسها ماذا ترتدي في ليلة الزفاف تلبس ملابس جميلة ملابس إغراء فأمك عائشة كانت لابسة ملابس إغراء لأيمن المخزومي نفهم الحديث يلا روح فهمي منتظركم أنه إلى يوم يبعثون زين وراكم وراكم هاتري تسأل يتفضل يلا أنت توا مؤمن سيدنا أبو بكر صديق هل هو مسلم ولا مش مسلم لا مو مسلم ظاهرا يتظاهر بالإسلام يتظاهر بالإسلام ما فيش إسلام ظاهري فيه مسلم يا كافر هذا عندك أنت عندكم هذا دينكم أنا لا أشتري فلس لا أشتري فلس به لا موسيلم شنو اسمه هذا عبد الله بن سلول مو كان مسلم ظاهر مناثق طيح اللحظكم غير دين وزخ في فرق بين مناثق وفي فرق طيح الله حظمك عائش طيح الله حظمك عائش يعني الآن لازم أنا أعصر ذاكرتي وطلع لك واحد عبد دينك الوسخ كان مسلم سني موحد ومناثق بينما من تركك أصبح نغل تقولي لا ماكو مافي لازم مسلم لا كافر مسلم لا كافر دين وصخ دين وصخ لازم أنا أصيدكم ماعدكم حتي شرف بنا روح روح شوف رواية درع قطر لا تلبسها اختكلي روح